اشتركوا في القناة احترنا تقليلون من فورص الدقيق العادي يجب أن تكون الحرش و الدقيق الممتاز تسلطهم لا مشكلة هنا كاس الفينه سامد ورطب الرفينه الرقيق هنا سنضع معلقة من الملحة في حسب التقليل معلقة صغيرة اصلا هذا الملحة التي نأخذها منهم نحتاج ملحة نحتاج ملحة الخميرة خفة تجعل الفرص نحتاج ملحة نجمع العجينة و بالنسبة للعبار الزلافة نحتاج ملحة كبير 4 نحتاج ملحة ملحة لا يوجد ملحة لن يكون ملحة لا يكون ملحة لن يكون ملحة الزلافة و يتفاعل لن يكون ملحة و يتجعل ملحة و يتضيف الماء لن يشرب هذه الملحة و تكون خفيفة لا يكون ملحة لن تبقى بالجهد من الأحسن نجدها و من بعد نجدها لن تجمع و تجمع و تجنس لن يكون ملحة لن يكون ملحة بلاستيك غذائي و نغطي في العجينة و تجعلها ترتاح على الأقل 1 ربع ساعة بلاستيك غذائي لن يكون ملحة بلاستيك غذائي و سوف نقرس بلاستيك غذائي على حسب الحجم بسيك غذائي و هناك كمية كثيرة هنا تقريبا انا خرجت لي احد ثمانية بحركة اه ثمانية ديال القريصة اللي خرجت والبلاتو بتابعة الحالة انا دهنتوا بشوية ديال الزيت باش ما تلسقش لي العجينة ونخلي العجينة ديالي في هذا البلاتو باش نديرها باش نخليها ترتاح هنا غادي ندهلها شوية الوجه ديالها بالزيت باش ما تلسقش لي البلاستيك انا نعودوا نرجعوا الى البلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح ضروري واحد عشر دقيقة على الاقل حتى تتلقم زيان حتى تتلقم زيان بحلها ويجينا ارتبة هنا بنيس بالباش غادي ندير الداخل ادرت الفينو باش غادي نرشها درت الفينو سمي درقيقة وهنا يدرت واحد نصف خمارة ثمانية جرام وغادي نحركوهم زيان 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 هنا اخذت الزبدة الزبدة الباكية وطلقتها بالأصابيع مع الزيت العادية والزبدة ضروري تكون بحرارة المطبخة يعني متكونش في تلاجة إلا كانت في تلاجة حاولوا تدوبها هذه البواطة كيفما قلت لكم ضروري تستعملوا البواطة متستعملوا ش مارغارين حيث المارغارين مع هاد البرد تجمد يعني ما تجيش بنينة وما تجيش زوين يعني كتجمد لكم في المسمن من الأحسن نديرو الزبدة ديال البواطة هادي ولا زبدة بلدية تايي كتجي لديدة ولا زبدة ديال العبار تايي كتجي زوين اكتعتوا حط طعم زوين هنا اخذت الكويرات ديالي من بعد مرتاح 11 دقيق كيفما كتشوفو كم دون نطلقوهم فق ستع العمل اللي ضروري كيفما كنقول لكم راه كيكون نقي كم مسحوب تيد وجافل كم دا نخدم فوق منه وبطبع الحال كيكون هو ديما نقي لانه هنا فين كنخدم كنحاول نطلق مزيان المسم منه كيفما كتشوفو وكندهنها مزيان عو تاني بالخاليط ديال الزبدة و ديال الزيت ومن بعد غادي نرش واحد رشات خفيفين ديال هاد السميد اللي غا نورق بيه هنا كيفما شوو تنيت العجينة على جوش عو تنيت عو تاني على اربع وكنحصلو بحالك كعلى مستطل يكون طويل بزاف وكنحاولو نورقوهم ونورقوهم ونقرسوهم زيان وندهنو عو تاني بشوية ديال الزبدة مخلطة بالزيت كيفما كتشوفو هنا وهنا تمدو اللويو كاريين ما كالووش دائريين يعني كالوو كاريين كيفما كتشوفو الشكل ديالهم كاريين ما كالووش دائريين كيجو هاكا كيجو خفيف ودغيه بحد لبالا بغيتوا طيبوهم سيخ بلاس كيجو محلولين كيجو زوينين بلا من ديروهم مرولين هاكا كيشدونينا الوقت بزافش كيتلقو كيفما شو انا درت وحيدا هنا ايو غا نعاود عو تاني نفس الشيء غادي نطلق العجينة ديالي نورقها كل متورقة كانت سرقيقة كل ما كيجي المروي ديالنا مورقو زوين وبنين ما كيجيش مع الجن من الداخل كيجي خفيف وكيجي رتب ان شاء الله غادي تجربوا هالطريقة وغادي تعجبكم ما تولي معتمد عندكم دي ما خصنا الفورس يكون غالب على الفينو يعني ندرنا كيلو ديال الفورس نديرو رابعة ديال الفينو بحال هاكا ندرنا نسكيلو نديرو غير كويس كيفما درت انا كيف ماشته الطي ديالها هاكا زوين ها الطي ديالها كتجيب الملويات مورقي من الداخل وقدم قرسو نديرو زبدة مع الزيت بحال هاكا ونوسع ونوسعو مزيان جروا العجين عندنا مزيان وقدم قرسو كيف ماشته بحال المربع كنت نيو على شكل مربع يعني ما كان ديروش ديال شكل دائري كنت نيو على شكل مربع كتجيز وينه احتفى اطلق ديالها كتطلق مزيان كيف ماشتهو الشكل ديالها بحال هاكا نغطيها بالبلاستيك وباش نخليها باش كتطلق الراسها وكتويلة خفيفة ها الطي ديالها كيفما كنت لكم غير جربوها راه ها زوينها بطي سهلة وزوينها وكتخلي المسمن مورق مزيان من الداخل وهنا غادي نكملهم وغادي نغطي عليهم ونخليهم غير هنا يا فوق البوتاجير تحو 11 دقيق بحلاكاك استعفوا ومن بعد احنا مي غادي نكملوا ورا غادي كلهم غادي نلقوهم بدو كيتلقوا يعني كل ما كان نكملوا غادي نلقوا اللولة رهاب ديال هنا خليتهم غير خمسة دقيق خديت هنا يا الورق ديال الزبدة قطعته دائري حيث غادي نديرهم شوية كبارين باش هاكا كيسهل عليكم الهزن ديالهم وتافل حتى كتكون حتى مقادة يعني لما تسهب قود جبدو فيهم بيدكم يقدروا يخسروا لهم هاكا كتديروا ليهم هاكا هاد الورق الزبدة ورا غير كتحطوه هرا غادي تحيد الراس ومع فيه الزيت غايت حيد الراس وكنحاولو هنا ينقرسه من الوسط على برا من الوسط ونقرسه مزيان حيث راه فيهم شوية ديال الخميرة يعني باش غادي تنفخ معنا ويجونا خفافين هنا رأني درت المقلوج ديال هاكا تسخن راسخونا ونرشيتها بشوية ديال الزيت سافو غادي نرمي فوق من هذا الورق الزبدة اللي لاسقه فيها لديك الملوية سافوه سهل كي تحيد بحال هاكا وكتجين الملوية ديالنا مقادة يعني الوجه ديالها مقاد ومرسومة دائرة يعني بلما مقاونج بدو بيال ليتحدث نريtailه ون، مثل الورق النيته هو الورق الملوية ديالنا يجب عليها إستغرار في العجينة نريضه هو النيتذي اللي ينتده ن harvesting وعودها ضرارة ونرحمها مجدده نقلب مجدده هو ملوي مجدده بحال هاكا يعني تشعر نقلبه يعني ديالها مجدد في GETA الل Whitep نتعرك ات skies with ourr Agora ونصuyص بحالة بقطة العذية يجب أن نقلبه ونقعده ونعاود ونطلق واحدة اخرى بما طابت الاخرى ونستعني ونقلبه 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 حسب الحسروب ونقلبه نضيف سكار ساني دا في العجينة نقابلها بحال هكا حتى تطيب مزيان و تتحمر من الجهاتين كيف ماشو انا ميك نحط هذه الملوية نعود نقرز شوية من فوق الورق سوف نخليها مقا نخبطها شوية حتى تنرش نطروري نرشو بالزيت مش كتجين التحمير الملوية دينا مقاعد داوزوينة هنا كيف ماشو غير كنحط وحده سوف نطلق خراب هكا تطلق معي مزيان في الورق سوف نقابل الخراب هكا نقلبها تنرش شوية الزيت غير في الأول سوف نقلبها هادك الزيت كله يبقى و اصلا زبيضة لداخل حتى هي تطلق تجيزوينة و كيجي لديد هاد الملوي سأجبكم ان شاء الله ضروري سأجبكم هنا كيف ماشو غير كنتيكم كم قا نورك و ندور فيها حتى تتحمر لي مزيان ضروري خاصة تحميرتكم بحال هكا محمرة من الجوانب كاملين و مقادة كيف ماشو كيجي ملوي دينا مقاد هاد الورق كيساعدنا بزاف بزاف على الهزة هنا غادي نكمل هادو كاملين يعني غادي نطيب وحده نحمر وحده مزيان ونطلق الأخرى في الورق سافروا مطيبهم على هاد الشكل و ان شاء الله نطلقوه مع الشكل النهائي اللي غي يعجبكم ان شاء الله ها هو الشكل النهائي ديال الملوي المورق ديالي كيجي رائع وبنين وما فيه لا يعني ما فيش بزاف ديال المقادر سهلين وكيجي خفيف 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 بزاف وهشيش ورطب ومورق من الداخل كيف ما كتشوفوا هادا سر ديال تورق دياله هما هادو كطييات اللي كان ديل لهم وهذا كالساميد اللي كان رش به الداخل كيجي رطب بزاف 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 وتقدروا تصيبوا حال هكا كمية كثيرة وديروهم هكا صغورين وديروهم في بلاستيك غدائي وتخليهم في الفريغوت جبدوهم تستعملوهم تسخنوهم كيبقى زوين ورائع وخفيف كيجي خفيف ما كيجي لمد السم لتحاجة يعني كيجي ابنين وخفيف كنتمنى هاد الفيديو اينا الاعجاب ديالكم ولاش كنتو يلاحك تشوفوا الفيديو ديالي لأو مرة ما تنسوش تشاركو معي في القناة وضغطو على زر الجارس واللايك والباختاج مع الاحباب ديالكم والاصدقاء وانتلقوا ان شاء الله في الفيديو القادم وفكرة اخرى جديدة الى اللقاء